ترجمة نانسي قنقر والنفترض أن شخصا قد أصابه العياذ بالله المرض الخطير فهل ترى الطبيب سيقول له لا هذه علتك بسيطة إن شاء الله كل يومين تتقوم بالسلامة ما عندك مشكلة وهو يرى السرطان قد انتشر فيه خطأ قد يكون يحتاج أن يوصي ولابد أن يبين له حالته ليكتب وصيته لكن عندما يبين له خطورة القضية هل يقول له كما يقول بعض هؤلاء الجهل من أطباء يقول أنا لا أظن أنك تطول أكثر من شهر أو شهرين يقول بكل برودة وبكل سخافة هكذا يعني انت حدك شهرين وإذا جاء المريض يعني قدر الله يعيش أكثر من شهرين جاء في الشهر الثالث يقول له الطميم غريبة أنت شنون عايش إلى الآن ما هذا ولذلك فإن إيقاف الشخص على حقيقة مشكلته يحتاج إلى مساندة معنوية في الطرف الآخر فأنت بين التسطيح غير الحكيم وبين التيئيس المقنط المحبط وعندما يأتي إنسان يعاني من أزمة بسبب ذنب وقد يكون كبيرا من الكبائر فهل للحكمة أن تقول له هذا ذنبك إن شاء الله بسيط أم أنك أحيانا تحتاج إلى التروي والصمت يقول رجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لامرأة مجاهد غازي في سبيل الله طبعا هذه جريمة عظيمة أن يخلف غازيا في أهله بشر ليس أن يخلفه بخير يخلفه في أهله بشر فتعرض لامرأة مجاهد غازي في سبيل الله وجاء يطلب التكفير فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هول هذه المعصية قال أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا قال الرجل حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذن لأن الإسلام يجب ما قبله فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فنزل جبريل فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين لما جاء ساما وقد قتل رجلا قال لا إله إلا الله وكان ينبغي أن يكف عن قتله وبعد ذلك ينظر في أمره قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولا زال يكررها عليه حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ حتى الإسلام يجب القتل هذا الذي حصل معنا الإنسان ما يتمنى أن يتأخر إسلامه لكن أمام هذا التذكير والوعظ فبعض الأحيان الأزمة التي تحصل بالمعصية لا ينبغي أن تسطح وتهون القضية ويقال المذنب هذا أو الذي ارتكب كبيرا بسيط الأمر بس صلي ركعتين خلاص ينبغي أن يشعر بعظم خطيئته ولكن ليس إلى الحد الذي يقال له قتل تسعة وتسعين نفس ثم تأتي تريد التوبة ما لك توبة في الجانب الآخر التيئيس حرام في علاج المشكلات والأزمات نحتاج إلى الواقعية وبعض الناس يظن يعني أن فلان هذا ما عنده ولا مشكلة مع زوجته وفلان هذا العالم الداعي ما عنده ولا مشكلة مع ولده غير صحيح جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يريد أن يشتكله سوء خلق امرأته فلما بلغ باب عمر سمع صوت زوجته تراجعه وتكلمه زوجة عمر ترفع صوته فرجع أدراجه وهو يقول لئن كان عمر تراجعه زوجته فما بالنا لا تراجعنا زوجاتنا أنا أصبر إذن إذا عمر تراجع زوجته وكذلك الإنسان حين يتعلم قد يكون هناك عالم أو داعية حاول الكثير في صلاح ولده فلم يكتب الله ذلك فأيضا أنت ترى الواقعية الواقعية أن هناك أناس من ربما يكون خيرا منك لم يحل المشكلة وهذا يهون عليك أو ترى ناس خيرا منك عندهم مشكلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما كان عنده مشكلات زوجية النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده مشكلات دعوية ما ردوه ما ذهب يدعوهم حتى طردوه ما قبلوا منه أفاق من الهم في قرن الثعالب النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع نسائه مرة فدخل أبو بكر يستأذن فأذن له ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا النبي عليه الصلاة والسلام واجما حزينا ممسكا عن الكلام ساكتا فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة يعني زوجتي سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها دفعت في عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده كل واحد يؤدب ابنته كل واحد يؤدب ابنته أو بكر يؤدب عائشة وعمر يؤدب حفصة قلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أبداً ليس عنده فانظر إلى قضية المعالجة يعني الذي يعيش فيه غم يحتاج إلى تنفيس ولذلك ممكن أحياناً واحد يأتي بشيء طريف لينفس به عن إنسان يعيش فيه غم ترى الممازحة أحياناً يؤجر عليها الإنسان أجر عظيم ينفس عن واحد مكروب ويضحكه كما بكى ثم تدخل الحكيم من والد الزوجة أبو بكر يتدخل مع عائشة وعمر مع حفصة والمشكلة في بيت النبوة فليست القضية الآن أن بيت النبوة خالي من المشكلات بعض الناس ينظرون بمثالية غير واقعية إلى الأمور وربما إذا رأيت مثل هذا الموقف تقول أنا في عافية وهذا من العلاجات أن تنظر ماذا عند الآخرين قد تواجهنا أحياناً أزمات أو مشكلات بين أشخاص تعادوا فلا بد من القيام بالإصلاح إن من الأمور المهمة احتساب الأجر في الصلح ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيمة قال الشيخ عبد العيس ببازر رحمه الله في صفات المصلح الذي يتدخل ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من النفس حتى يتوسط بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع حتى يتوسط بين من زين لهم الشيطان الاختلاف والفرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر